موسيقى اهلا وسهلا بكم طلاب اكاديمية القيم الطبية في محاضرة جديدة من كورس الفيسيولوجية او علم الفسلجة طلاب راح نتكلم في هذه المحاضرة مثل ما احجنا بالمحاضرة السابقة عن خاصية مميزة جدا في داخل الرينا الفيسيولوجي ألا وهي قدرة الكلية على اخراج ادرار مركز او ادرار مخفف طلاب راح نتكلم عن الرينا الميكانيزمز لتحضر الرينا الميكانيزمز طلاب خلال المحاضرتين القادمة راح ابقى اسولف لك شعب عن شلون الكلية تبقى تتصرف بحيث انه تطلع لك ادرار مركز جدا او ادرار مخفف وايضا شعب شعب شنية العوامل الي تجبر الكلية انه تطلع ادرار مركز او ادرار مخفف شعب ايضا راح نعرف ليش انه الكورتكس اوف ذا كدني يختلف عن المدولة وشلون صار هذا الاختلاف انا دكتور عبد شبار حامد بكالوريس طب وجراح عامة من جامعة مقدارات الكوية الطب واهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة طلاب راح نبدل كلام مالتنا بمقدمة بسيطة لربما شعب هي عادة تعتبر عادة لموضوع سبق وانه حشته اليك في داخل يعني الاندوكراين سيستم الا وهو موضوع الاوزمولارتي او الاوزمولار يعني كونسوتريشن شعب شرية الاوزمولارتي يعني شنو هو التركيز شنو في مفهوم التركيز شعب باختصار هو عدد مولات مادة معينة من ضمن سائل معين شعب هذا وقام الاوزمولارتي عدد الايونات او المولات لمادة المعينة تقسيم قسمة يعني المواد اللي هو يدي يسبح بيها يعني شعب بيقى وسين المذاب في المذيب يعني المادة اللي هي قل نقول صوديوم غلوكوز او اي مادة هي تسبح في وسط سائل فنسبة تلك المادة الى السائل هي هذه الاوزمولارتي يعني شعب تركيز المادة هو كمية تلك المادة الذائبة في حجم معين من السائل او من مذيب يعني طلاب من هذه العلاقة راح نبقى نفتهم هو شغل وضع اشلون يعني يعني طلاب خلينا نقارن هنا هذي الامثلة تخيلوا يا طلاب هذا المثال يعني طلاب خلينا نقارن الامثلة الاتية حتى يصير موضوع الاوزمولارتي واضح بعقلك شعب يعني خليوا بالكم مجديد الفكرة الاساسية هي كمية المادة التي تداب في حجم معين نشو شعب هذه الصور هذين اللون الازرق هو يمثل المادة المذيبة اللي هو نفرض من عند الماء وذين باللون الاحمر هنا شعب جزئات الصوديوم مثلا هنريد نقيس تركيز الصوديوم شعب افرضوا يا انه هاي مربعات ذن الثلاثة اللون الازرق هو حجم واحد وثابت فإذن طلاب هنا كمية كمية هنا مثل مشوفوا شعب هنا كمية صغيرة جدا من الصوديوم يعني شوف شعب جزئتين اتنين من الصوديوم هذه كمية اكثر خمس جزئات من الصوديوم هذه كمية اكبر جزئات اكثر من الصوديوم إذن لو تسألني هسا بين هذول الثلاثة منه تركيزه اعلى اقولك ببساطة هذا هو قانون الاوز مولارتي كمية الجزئات او الايونات او المولات تقسيم الحجم بما ان الحجم ثابت فيهم ثلاثهم فإذن شعب هنا العلاقة تردية بين كمية المادة والتركيز نشوف كل ما زادت كمية المادة في حجم معين ثابت كل ما زادت تركيزها يعني شوف هذه الجزئات الصوديوم هنا اكثر يعني في التالي هذا اعلى تركيز هذه جزئات الصوديوم اقل فهنانا تركيز اقل وهذا بعد تركيز اقل باعتبار ان الحجم ثابت نجي الى هاي المثالين هادول اتنياتهم شوف شعب ان انا ثبتت كمية المادة وغيرت شنو الحجم شوف هناIGN شوف خليب ببعلكم ان المقام تغير والبسط ثابت شوف بالمثال الاول بين هذول المقارب دول ثلاثة إن المقام ثابت هو البسط هو المتغير فإذن شاب هنا العلاقة راح تكون عكسية شلون يعني كل ما زاد الحجم كل ما قل التركيز كل ما شاب الحجم زاد كل ما المقام زاد هناك علاقة عكسية يعني بالتالي التركيز راح يقل لشوفوا شاب هنا نفس الكمية 2 ناتوم هاي يعني خيقول وعائين ذور 2 ناتوم يحتوون على نفس الكمية 2 ناتوم يحتوى على 2 جزئات النصاديو بس هذا ذائب بخي نقول لتر نانب لترين أو خمس لترات من الزائل فإذا حبيت أنه أراجع لك هذا المفهوم شاب اللي هو اللي أنت المفهوض مخضى بالسادس مخضى في مراحل سابقة اللي هو مفهوم الأوزمولارتي أو التركيز اللي هو كمية المادة على السائل الذائبة به هسا شاب نبدي نحشي إيش قد الأوزمولارتي مال الجسم بصورة طبيعية شاب خليباك نحن ننقيس الانترستيشم أو أوزمولارتي أو التركيز اللي هو كمية الأيوانات الذائبة في السائل الذي هو بين الخلايا شاب الانترستيشم والسائل بين الخلايا الأوزمولارتي مالتي يسمون شاب انترستيشال فلود اللي هو أو انترا أو انترا سيليولر فلود السائل بين الخلايا شاب ما ده أحكي عن الانترا سيليولر لا انترا سيليولر السائل بين الخلايا هذا السائل بين الخلايا شاب الأوزمولارتي مالتي بالجسم كليته تقريبا ثابت بين 275 إلى 295 نحن نقول بمعدل و 285 راح يشوفون شاب هوي كتب يعني حتى تتخلص من هذا الكسر تقول 300 بالعدلة يعني هوي كتب شاب حتى تسهل الحسابات ما تأخذ هاي الأرقام اللي هو 275 أو 295 تقول 300 بالعدلة تقربة إلى 300 وتقول انه التركيز الاعتيادي أو الانترا يعني انترا سيليولر فلود كونستريشن أو أوزمولاريس يمالته هي ببساطة يعني 300 شوف هذا شاب يعني في كل أنحاء الجسم الأوزمولارتي تقريبا ثابتة هي 300 أو يعني قريب على 300 إلا بالكلية شاب بالكلية أربع ضعاف يعني خصوصا شاب انذا مدولة أربع ضعاف الأوزمولارتي الاعتادية مال الجسم رح نشوف انه شاب في داخل يعني المدولة شوف هاي الصورة هذي شوفك الكورتكس ثم المدولة اكو فرق هائل باللون بيناتهم ليش لان طلاب ببساطة سائل بين الخلايا هنا تركيز الأملاح بكلش عالي يعني شاب الأوزمولارتي كل ما صعدت اذا اكتفتهم انه كمية الأملاح صعدت أو لربما السائل قل هنا طلاب في داخل الانتراستيشم السائل بين الخلايا في داخل المدولة هو بصراحة الأوزمولارتي شاب يصل للـ 12000 يعني شاء العافو طلاب يعني 1200 يعني قد يصل الى يعني أربع برات أعلى من الأوزمولارتي الاعتادية وهس هذا الموضوع رح تفتهم كيفيته شاب للتوضيح انه كل الجسم هو 300 الا الانتراستيشم أوف ذكي دنيه هو 1200 فاذن طلاب رح نفتهم آنوا ياك شنو فائدته شنو اهميته وشنو ضرورته وليش نحتاجه شوف شاب ميكانزم أوف اكسكريتين دلوتد او ركنستريتد يورين شوني الطرق اللي تخلي كده يطلع ادرار مركز مثل مشو شاب كمية السائل قليل لأنه مركز يحتوي على الكثير من الايونات يعني الاوزمولارتي مالتا عالي أو يكون ادرار مخفف شاب هو يكون اغلب سائل والكميات المواد المذابة به قليلة جدا شاب دا كدني كان اكسكريت يورين ممكن ان الكريه شاب تطلع ادرار مخفف جدا اوزمولارتي مالتا قليلة يعني شاب السائل به هواي والمواد المذابة قليلة أو ممكن تطلع بالعكس كونسيطريتد يورين اكوني ازران بخمسين هو يشكل سدوس أحضر أستمر الوز الميضة يمكن أن يكون أكثر من خلل وفقدان للماء يعني سعوة الإنسان مثلاً لما يمشي بصحراء وعطشان كلش وماك ومي بإمكانه أن يطلع إدرار ذا كده يمكن أن يكون أكثر من خلل وفقدان للماء يعني 1,200 أو 1,400 أعلى بثلاث مرات إلى أربعة من الأوزمول يارتما الجسم الإعتيادية هي وها 300 دعوكم أن الكلية تقدر تتلاعب في تركيز الإدرار ممكن يطلع إدرار مركز جداً ممكن يطلع إدرار يعني مخفف جداً أعلى بثلاث مرات إلى أربعة من الأوزمول وهنا 1,200 أو 1,400 ميلي أوزمول نحن نفتم شعب يعني شلون النفرون يقدر يسوي هذه الخاصية مالتها شعب أكثر مهمة يمكن أن يطلع إدرار كميات كبيرة من إدرار مخفف أو إدرار كميات كبيرة من إدرار مخفف بإدرار كميات كبيرة من إدرار مخفف يقول لك بإمكان الكلية أن تطلع كميات كبيرة من إدرار مخفف أو كميات قليلة من إدرار مركز بس هذا ما يخلي اختلاف بتركيز الصوديوم والبوتاسيوم يعني شعب يقول لك أن الصوديوم والبوتاسيوم تبقى كمياتهم ثابتة يعني في حالة أن تطلعت إدرار بكمية قليلة كمية مركز أو إدرار كمية عالية بتركيز مخفف شعب يعني بدي يقول لك أن الكرية تقدر تتحكم بالأوزمولارتي بغض النظر عن الأيوانات اللي موجودة يعني شلون يعني فهمني هذا الموضوع أكثر يعني شعب بدأ أقول لك أن الكرية يعني إحنا متعودين إحنا متفقين إنه هنالك ارتباط من ناحية الأوزمولارتي ارتباط بين تركيز المواد كمية المواد والسائل اللي تصبح بيه الكرية تقدر تتلاعب بالموضوع براحة يعني تقدر إنه زيد السائل وثبت كمية المواد أو بالعكس الثبت كمية المواد وتقلل السائل يعني شعب الكرية إلها قدرة عالية إنه تتلعب بالماء أو بالأيوانات هي مسيطرة عليه وثيناتهم تقدر تغير تركيز وكمية الأيوانات اللي تطلع أو تغير تركيز السائل اللي يطلع بعد تتحصل أوزمولارتي مختلفة بما يلائمها وبما يلائم طبيعة الجسم فعلي شعب هنا نفتهم إنه قدرتها على أن تنظمه كمية الماء اللي يطلع بابتعاد أو بخصوصية أو بلا اعتماد على تركيز المواد المذابة هي عملية أو شيء رهيبة ومهمة جدا للسائل من اجل النجاة شرب. يعني نخلو ببالكم. فرضوا وياي. احنا حتى نطلع سائل هو. يعني انسان شرب كل شواي مي. فرضوا وياي انه حتى يطلع هذا المي لهواي الشربها لازم يطلع وياه صوديوم. فرح ننتهي بالنهاية ان طلع هوي مي وهواي صوديوم. هاي خسارة الصوديوم اللي عندنا بالجسد. تين. فرضوا بالعكس. انسان اكل اكلة بها هواي ملح ومشرب وراها مي. معناها هل يا ترى احنا نطلع هذا الملح لهواي الزايد. ونخسر وياه هواي مي هام. يا شبب اننا الفهم يعني عندك تفتهم انه الكلية ذكية جدا. او نفرن ذكي جدا. يعني يطلع المي فقط الزايد. ويعوف الاملاح على طبيعته. او يطلع الاملاح الزايدة فقط ويعوف المي على طبيعته. اننا شبب هي لها قدرة انه تتلاعب بالعاملين السوائل. يعني المذاب والمذيب بما يلائم الجسم. يا شبب يعني تقدر تلاعب مع الماء وحدة مع السوائل وحد. فعلي طلاب. لما ما تنزل اوزمولارتما للجسم. شون معلها تنزل اوزمولارتما للجسم شبب احنا نتفقين انه هو شل اوزمولارتي. اوزمولارتي اي او اس يساوي شباب هو بالحقيقة كمية المواد على السائل شباب المواد هي السوليوتس والال هو السولفين. شون شبب لما ما تقلل اوزمولارتما للجسم. لما ما يزداد كمية السوائل بالجسم. او تقل كمية يعني شباب المواد الذائب. فاذا طلاب خليب لكم وين ذو اسمولارتي اوف ذي بادي فلويد فالس تولو. وين ذا فلويد بيكمس تو دلوت. لما ما السوائل بالجسم تكون جدا مخففة. معنها كل شو هواي سوائل صارت بالجسم. لما ما الانسان يشرب كل شو هواي مي. فاذا طلاب ذا كدني اوتوما تكلي اكس كريت اكبرت اكسس اوف واتر ان يورن. ناشى بالكلية مباشرة راح تبقى طلع ادرار. وطلع كميات هائلة من الماء. حتى اتقلل من هذا الميز زايد. فبالتالي طلاب. يعني شباب حتى تحاول حتى تحاول ان كوزنج تيورن. تو بي دلوتد. فبالتالي شاب هذا السائل اللي يطلع هواي بالادرار. راح يخلي الادرار جدا مخفف. هي هاي العملية يعني صحية. الكلية شافت انه في الجسم هناك الكثير من السوائل. فقالت هذا السائل اللي هواي دا يسوي دا يغير الاوزمولارتي دا يقللهم. فاذا انا احاول اطلع اللي برا. فمن طلعت اللي برا الادرار هنا اليورن الادرار نفسه. راح يكون مخفف جدا ويحتوي على كثير من السوائل. وايضا مواد يعني ذائبة قليلة. فاذا نطلب دلوت دا يغير الاوزمولارتي. ومن عندها طبعا الاوزمولارتي راح ترجع للطبيعي. ليش نشاب احنا بما انه طلعنا هواي سوائل كل شواي سوائل طلعنا اللي برا. راح تبقى الاوزمولارتي تصعد. فهاي الفكرة العامة والرئيسية من الموضوع. نرجع من جديد شباب حد نفكر بالموضوع بطريقة اخرى. يعني من زاوية اخرى. من منظور اخر. قلنا نغير اللون. يعني. قلنا نقضي اللون مثل الاحمر. سنتخيلوا يا طلاب ان الاوزمولارتي اذا بالعكس صعدت. معناها شنو معناها? معناها ان المواد الذائبة اكثر بكثير. هذه الاس. مواد الذائبة اكثر بكثير من السوائل موجودة بداخل الجسم. فبالتالي الاوزمولارتي راح تكون عالي. او احتمال اخر يعني اكو احتمال اخر ان السوائل بالجسم تكون قليلة. شباب هاي حال اش وقت تصير? لما ما الانسان نقلت لك يمشي بصحراء او بمعرض لكثير من اشعاعات الشمس. ويحس بالجفاف. او صال لفترة ما شارب مي. او بكلمات اخرى. لما ما الانسان صعيم. فبالتالي الاوزمولارتي مواد الجسم ما تتكون عالية. يعني شباب السوائل في داخل الجسم تكون قليلة. والمواد الذائبة تكون كثيرة. فاذا شباب هنا لو نكمل كونفيرس لي. وين الاوزمولارتي مواد الجسم عالية. هذا الموضوع اش راح يأدي. راح يأدي طلاب ذا كدني اوتاماتيك دول سكريت اكسس اوف سوليوت ان يوران. راح تبقى الكليا من يم من يم عشاب. اولا تحافظ على السائل. تبقي ثابت. تثبت هذا الال. وتحاول تطلع اكبر كمية ممكنة من السوائل المذابئة. شباب راح توقع تطلع كل شو واي صوديوم اللي برا. يعني شباب راح يصير الادرار مثل ما يشوفون. كميتة قليلة حجما قليل. لان سوائل ما موجودة. سوائل راح نبقى نحافظ عليه. بس راح يشوفون لونه جدا طوخ لانه هو يحتوي على الكثير من المواد الذائبة. فاذا شباب هنا راح يصير كل شو واي صوديوم راح يطلع. بالمقارنة يعني السوائل راح تبقى بالجسم. هذا الشي راح يجبر الاوزمولارتي بموانه السوليوت الاس شباب بدأت قل. فرح يرجع الاوزمولارتي الى وضاحة الطبيعي. شباب اي لكم تفتهمون ان الكليا هي شباب جزء عبقري بالجسم يحافظ على تركيز السوائل داخل الجسم. وعيد عليك الفكرة شباب. ان الاوزمولارتي ما الانترستيشال فلوت. اللي كل نقطة بالجسم هي ثلاثمية. هذا هو المعتاد علي. يعني شباب الانترستيشال فلوت او الانتراسيليولار فلوت السائل بين الخلايا. لكل بقاعد جسم كل مناطقة هي ثلاثمية. من اللي اوزمول. هذا الرقم هو تقريبي وهذا هو الرقم الحقيقي. هذا الرقم شباب تقريبي الكتب اخذته حتى تفهمنا الرينا الفيسيولوجي بصورة اسهل. الا في منطقة واحدة شباب هذه المنطقة اليها الرينال بيرامينز. هادي شباب هادي هي الانترستيشيوم او ذا رينال مدولة. ماذا احجي على الكورتكس لا رينال مدولة. هادي المنطقة بالذات شباب الاوزمولارتي مالتها تصل لل الف ومائتين. ان شباب تقيلوا الف ومائتين. يعني اعلى من الاوزمولارتي مالتجسم باربع مرات تقريبا ان شباب يعني فور تايم تقريبا. يعني في تيم شباب كيف تكونت وما هي فائدتي. فعلي رح اشوفك هذه الصورة شباب. مرрушي شباب هاي الصورة. هاي الصورة شباب بدت كيفك الشيون ان الكورتكس حالة حال باقي انحاء الجسم. ها هاي الحالة انحاء الجسم. هاي الكورتكس القريبة على الكابسولة الخارجية للكلية. حالة حالة انحاء الجسم. mini ليش المالته. شباب الاوزمولارتي مالتها 300 حالة حالة الباقي. شب شب بالكورتكس وبالها حالك 300. مين نبدي ندخل لل المدلة راح يبقى يزداد الانترستيشم. راح يزداد الانترستيشم. شوف شاب وصولا الى النقطة النهائية اللي هي من يطلع الادرار اللي برا شاب اننا هذا هو بعد اليوريتر. النقطة القريبة على اليوريتر. يطلع شاب يصل الالف ومئتيين. فتكمية هائلة شاب اوزمولارت رهيبة. هذا الموضوع شاب ينعكس ايضا عن النفرونات. النفرونات معناها شاب خليوا لكم الانترستيشم هو السائل بين الخلايا. فاذن شاب هو بيقاس سائل بين نفرون ونفرون الاخر. شو شاب بما انه النفرون اغلب يعني اغلبة هو في داخل الكورتكس. هذا الجزء بالكورتكس. هذا الجزء داخل المدلة. راح نشوف انه هاي الاجزاء الكلوميليورس. البروكسوم كونفيرتو تيوبيول. كذلك شاب يعني الدستال كونفيرتو تيوبيول. وجزء من الكوليكتينج سيستم موجودة بالكورتكس. فهي معرضة الى انترستيشم هو ثلاثمية. واجزاء اخرى تحديدا هو شاب اللوب اوف هينيلي. اهم نقطة. وجزء من الكوليكتينج سيستم هو معرض الى المدلة. فاذن هو عايش في انترستيشم داير ميدورة تقريبا الف وميتيان. فاذن ايدك تفتهم ان النفرون شاب هو معرض لاجواء مختلفة. معرض لانترستيشم مختلف. يعني شاب من في داخل المدلة اللي هو نقصد بها اللوب اوف هينيلي. وجزء من يعني من ايضا كوليكتينج سيستم. هو معرض الى الف وميتيان. انترستيشم مالتة. الف وميتيان. بينما الاجزاء المتبقية هذي اللي فوقي حالة حال باقي الجسم. تلاثمية. تلاثمية ميلي مول. هس انت طلاب راح تتدور بعقلك كل شو هاي اسئلة. اول سؤال يعني هي شنو فائدة هاي الموضوع يعني ليش حتى المدلة يصير مالتها يعني الانترستيشم تركيزه الف وميتيان. يعني شنو الحكمة من هاي الموضوع. بهذا الموضوع شنو يخدمني وتزدف فانكشن شنو شنو الوظيفة وتزدف فانكشن. نحن نجي سؤال اخر كيف استطاعت الكلية انه تحافظ وتكون هذا الموضوع يعني شلون قدرت الكلية اصلا انه تسوي الانترستيشم مالتها الف وميتيان. شلون قدرت تتحايل على الفيسيولوجي مال الجسم كليته الجسم كليته يده يحافظ على الانترستيشم مالته ثلاثمية. الا هاي القطعة من الكلية قدرت تسوي الف وميتيان. شلون قدرت. هو يعني ده انترستيشم بيكيم يعني ذي سوي. شون صار بها الطريقة هذي يعني شاب خلو باكم راح نبقى هسة. يعني هذا الجزء من هاي المحاضرة راح ابقى سوريف لك كيف استطاعت الكلية تكوين هذا الانترستيشم المركز جدا. واخر سليدين راح احتي لك شنو فائدة هاي الخطوة. شاب بصراحة الكريا قدرت تحقق هذا الموضوع تحقق انترستيشم بهذا التركيز العالي باسلوبين بطريقتين. الاسلوب الاول انتخذت يعني فكرة عنه شاب بالحقيقة يعني اربعين الى خمسين بالمية من السبب يعني اللي يخلي الانترستيشم هذا مركز هو دورة اليوريا. دورة اليوريا اللي حتشتك عنها بالمحاضرات السابقة شون ان دوريا شاب يتم مداولتها بين الانترستيشم واللوب اوف هنري سوف يساهم في جعل شاب الانترستيشم تركيزه اعلى من غيرها. هاي شباب خمسين بالمية من السبب. خمسين بالمية اخر يعني او السبب الاخر هو بصراحة شباب فتخاصية في داخل اللوب اوف هنري تسمى كاونتر كارنت ترانسبورت كاونتر كارنت ترانسبورت او عليك الموضوع شاب انت لازم تفتهم ليش المدولة ما هو السبب من انه المدولة يعني كونستراتي يعني what is the function of this كونستراتيشن شنو فائدة ووظيفة والحكمة من وجود هذا التركيز العالي في داخل المدولة وبالجواب على هذا السؤال تلقى باخر سلاقين خلال هاي المحاضر زين السؤال الاخر كيف تكونت اصلا شوان الكرية قدرت تتحقق هذا الموضوع شوان قدرت تحقق ان المدول لما تكون تركيزي اعلى من غيرها الجواب على هذا السؤال هس احتسبعها من اندي يعني جواب على هذا السؤال شاب ينقسم الى شطرين خمسين بالمية بظاهرة تسمى الكاونتر كارنت ترانسبورت هس رح تفتهمه وخمسين اخر هو بصراحة يعني بسبب اليوريا سايكل اللي ايضا رح راجع لك عنها هس شاب خيفتي مش يعني الكاونتر كارنت ترانسبورت او كاونتر كارنت ملتبلاير ترانسبورت رح تبدو الصورة صار قدك اوضح راح الصورة شاب تكون يعني مقنعة بعقلك اكثر ستقول شلون يعني فهمني هذا الموضوع اقول لك يالله نبدي نفتهمه شوف شاب الكرية بالبداية في بدايتها يعني اول ما كونت يعني مثل تعفون تحتها وعلى لوب اوف هنلي واللوب اوف هنلي التي هي مكونة من يشاب ثن ديساندنگ لمب واحد ينثم اثننغ لنب بعدين من تتحول الى ثك اس انداع لمب�� يعني اعيد عي كالفاك ويتفاك عوض اوف هنالله هو شون تركيبه بعباره عن ثن ديساندنگ لمب واحد اثن اثن VIS د شب اثنagn ก لب الجزء النازل هو يعتبر يسمح بعبور الماء بحرية ولا يسمح أبداً لا يسمح بعبور الصوديوم نهائي بالنسبة لهذا الجزء اللي هو هذا الجزء احنا اتفقنا انه هو بصراحة يسمح بعبور الصوديوم ولا يسمح بعبور الماء عكس الجزء اللي قبله عكس الدسنين هاي المعلومات شاب يعني هي تعتبر مراجعة بسيطة للأمور اخذناها بالمحاضرات الاولى بالبيسيكس هسا عنا في تيم شاب اشراح نطبقها ونستفاد بالنعتب لاحظوا للطلاب الكرية اول ما نشأت اول ما تكونت طبيعيا انترستيشا مالتها طبيعي 300 يعني انترستيشا مالتها ضمن الرنج الطبيعي اللي هو ببساطة يعني 300 حال حال كل الاسم الطبيعي الاوزمولارتي مالتا وتركيزه 300 مثل الجسم الاعتيادي بدأ السائل اللي يسبح في داخل اللوب اوف هينيل نا طلاب من وصل السائل الى الثك اسندينج لمب الى هاي القطعة هاي القطعة شاب هي لا تسمح بعبور الماء وتسمح بعبور الصوديوم هنا طلاب في داخل هذه يعني الجزء داخلها اكو بوابات متن مشوفو شاب هنا باللون الابيض هاي بوابات هاي بوابات شاب لها قدرة على انه ضخ الصوديوم فقط وتعوف الماء الماء ما تتحارش به الضخ صوديوم فقط هاي البوابات باللون الابيض شاب هنا اكو اعملية اكتف تفانسبورتيش هنا نصرف طاقة نصرف اي تي بي حتى نضخ السائل حتى نضخ الاملاح من من داخل اللوب اوف هني الى الخارج لاحظون شاب المنطقة اللي تخسر املاح شي صل بالاوزمولارت ما تتقل نشوف نشاء صارت ميتين يعني بدت هيك 300 من وصلت الى هاي المنطقة تم ضخ الاملاح منعته اهنا طلاب احب اخلي بعقلك القانون او اس ام الوزمولارتي يساوي لك السلوت على السولفنت على ال ال اللي هو السوائل يعني طلاب اهنا بس ركز وياي باللي راح اقوله هاي نقطع كل شوهم مشاب انت هنا هذا في داخل النفرون منطقة جاي تخسر املاح نشوف شاب شاب داخل نخسر املاح ودنزد وين للانترستيشوم الى قارج النفرون للسائل بين يعني النفرون واخر الانترستيشوم شاب هنا فاذا طلاب المنطقة اللي هي تخسر املاح اللي هو نقصد بها داخل اللي هو اخل شاب خلي بو بكم خسرة املاح يعني شاب السولوت قلت في الاوزمولارتي ما انها قلت فا انتوا ستصار ميتين يعني شاب هو بده 300 بعدين يتحول الى ميتين ليش تحول الى ميتين ليش صارت الاوزمولارتي بده اول من دخل لنفرونت كثلاثمية بعدين صارت ميتين اقول لك ببساطة ان احنا طلعنا الاملاح من اتها ضخيناهن الى الانترستيشو من جهة اخرى من ناحية اخرى طلاب تتلاحظون ان الانترستيشو مصار بي انترستيشو مصار اربعمية ليش لان الاملاح ضخت ايه دزينا الى الاملاح فالسوليوت صارت اعلى والاوز مولارتي صارت اعلى هاي النقطة مهمة كلش ضروري انه انت تفهمه شاب بالحقيقة ان البوابات هنا اللي موجودة ايه في داخل الثيك اصندنج لمب اوف هينلي تحافظ على فرق اقل شي بين داخل النفرون وبره النفرون لازم اقل شي الفرق يكون ميتين لازم هي يعني وظيفتها انه تخلق فرق بالاوز مولارتي اقل شي ميتين بين الداخل النفرون وخارجه انت تشوفون شاب بالبداية دخل يعني في داخل النفرون 300 اوز مولارتي مالت او تركيزه 300 وفي داخل او في داخل الانترستيشيوم ايضا 300 راح يتم ضخ المواد بحيث ينصنع فرق بيناتن بين داخل النفرون وخارجه ميتين لازم شوف شاب بالخطوة الثالثة لما ما تدخل وجبة جديدة من السوائل من تدخل شاب وجبة جديدة من السوائل هنا ركزوا لزيها دخلت وجبة جديدة من السوائل اول ما دخلت هي ب300 اول ما دخلت هاي الوجبة الجديدة هي 300 حالة الوجبة القدم القبل نا طلاب ركزوا لي انه في داخل انترستيشيوم مش قد صار انترستيشيوم 400 هنا طلاب راح نبقى نسحب الماء فقط لان طلاب هذا الجزء من النفرون هو يسمح بمرور الماء فقط هذا الجزء لا يسمح بمرور الماء انما يسمح بمرور الاملاح فقط اعيد عليك الفكرة شاب ارجع ارجع اذكرك بالاساسيات اللي هي المحاضرات الاربع الاولى شاب هذا الانشان الاساس اللي انت بنيت علي معلوماتك بالرينو الفيسيولوجي شاب هنا انا اذكرك من جديد بالخصائص مال اللوب اوف هني لان مهم انو تخريها بعقلك شاب اللوب اوف هني يجيش على شكل حرفيو شاب كل واحد من هاي الاذرع مالتها الى خصاص ايان طلاب احنا نعرف انو هذا الجزء اللي هو النازل يسمح بمرور الماء بحرية ولا يسمح بمرور الصوديوم وهذا الجزء يسمح بمرور الصوديوم بحرية ولا يسمح بمرور الماء فاذا ضروري انو تخلي ببالك هاي المعلومات حتى تفتهم اللي راح اقوله هس زين شاب هسه نبدي نحتي عن الخطوة رقمه ثلاثة شوف شاب هنا دفعة جديدة من السائل دخلت دفعة جديدة من المواد او الع 내가 د دخلت شاب خلي بقىكم اول ما دخلت متن ما هو واضح بالبداية يعني شاب потрكيسها 300 اعتبارها مادة جديدة يعني التركيس هي يعني حال الحالة المادة اللي قبلها او دفعة جديدة مثل حالة حالة دفعة هذه القديم ايضا بدت بتلت ميه الفرق هنا شاب شو الفرق بين هاي الحالة الثالثة والحالة الاولى شوف من هنا بهاي الحالة الثالثة كان الانترستيشم هو اربعمية من الخطوتين قبلها عيد عليك الفكرة لمن ما تدخل دفعة جديدة راح تلقى الانترستيشيوم اللي قبالها 400 اعتماد على التغيرات اللي صارت في هاي الخطوة هذا الانترستيشيوم اللي هو 400 شبخة اللي بقالكم هناك فرق بالتركيز بين الانترستيشيوم اللي هو السائل هذا وبين اللي داخل اللي يدخل الى داخل النفرون اللي يدخل الى داخل النفرون هو 300 واللي برا النفرون هو 400 فإذن طلاب يعني هنا المي راح يبقى يغادر من داخل يعني الى الانترستيشيوم الماء فقط هو اللي راح يغادر بس المي لأن هذا الجزء أصلا هو ما يسمح العبور الصوديوم بس هو يسمح بعبور الماء فقط فالمي راح يطلع من هذا الجزء بسين شاب المي إذا طلع من جزء معين شرح يصير بالتركيز مالتي راح يصير عالي عيد عليك الفكرة من جديد شاب خلوا ببالكم أنه أنت عندك شاب عفو خل نمسح هذا الجزء شاب أتمنى أن تخلونا ببالكم أنه هنا اللي صار الأوزمولارتي هي اللي قلت شوف شاب اللي إحنا القانون هو OSM ويساوينا S على L إحنا بهذا الجزء يشتوينا سحبنا السائل يعني قللنا L فجزادة OSM فإذا شاب لو تلاحظون أنه هو أول ما دخل أول ما دخل السائل هاي الدفعة الجديدة شان ثلاثمية لأن الانترستيشيوم عالي أربعمية بدأ يسحب الماء من عنده فالأوزمولارتي صعدت صعدت صعدة كلش قوية فلذلك شاب أول ما دخل السائل شان ثلاثمية بدأ ينسحب من عنده الماء بدأ المي ينسحب من عنده فبالتالي صعد التركيز مالتصار أربعمية من وصل للأسندينج لمب كان تركيزها أربعمية يعادل هاي الجزء اللي هو الانترستيشيوم إنها من جديد رح تشتغل هذن الجزيئات هذن البوابات قلنا هذن البوابات شغل هن الشاغل إنه تسوي فرق بين داخل النفرون وخارجه ميتين ميلي أوزمول ميتين فإذا ش رح تسوي شاب يعني هنه وصل أربعمية رح تضخ ميت جزيئة صوديوم فقط ميت جزيئة صوديوم رح تضخها فرح يصر هذا الانترستيشيوم شاب بتركيزه تقريبا عادل خمسمية زيان رح تدخل دفعة جديدة شاب دفعة جديدة ايضا أول ما تدخل هي بثلاثمية رح ينسحب من عندها الماء شاب هالمرة الماء رح ينسحب من عندها بكمية أعلى إلى أن ما تتساوى مع الانترستيشيوم من جديد شاب هنانا الماء رح يبقى ينسحب والأملاح تبقى هنا ويزداد تركيزه فالأملاح يعني رح توصل إلى نقطة حتى يوقف الأسبونز يجب أن يتساوى التركيز في داخل وخارج النفرون فهنا شاب لحد ما نوصل للخمسمية يلا يوقف يلا توقف هاي الحمانية يلا يوقف حمانية التناضح والماء يبقى يتوقف فمن يسعد لحظوا شاب هاي الخمسمية من تصير هنا رح ينسحب من عندها ميتين تنشبر على الخمسمية وهكذا رح نبقى نزيد كمية الصوديوم في داخل الانترستيشو وراء أربعة يعني ست خطوات نوصل إلى درجة أنه يدخل السائل أول ما يدخل 300 يتم يعني شاب تركيزه سحب الماء من عنده لحد ما يوصل للألف وميتين نشاب نسحب ماء فقط الأملح بدنا نتلعب بها لأن هذا الجزء أصلا من يوصل إلى هذا الجزء نبقى من نتلعب بالماء نسحب الأملح وفقا لهذه الجزئيات اللي تحاول دائما نتعوب فرق ميتين تقريبا فشاب هنا ألف رح ينسحب من عنده ميتين يعني شاب قلبكم أول ما وصل هو ألف وميتين مثل ما تشوفون سحبت من عنده ميتين وبقى هنا ألف هنا طلاب يعني هذا الألف سحبت من عنده ميتين وانشمرت هنا هذا يعني شاب 800 نسحب من عندها بعد أكثر وهكذا تدريجي فإذن أعيد عليك هاي الفكرة وإذا كتبتهم اسمها شاب يسموها Counter Current Multiplier System شنو Counter Current شاب Counter Current لأن السائل بالجزء النازل اتجاهها هاي طريقة هذي وبالجزء الصاعد اتجاهها معاكس فthey are moving on opposite directions السائل هنا نازل والسائل هنا صاعد اتجاه هذا الأول نازل وهذا صاعد فإذن they are Counter Current التيار باتجاه المتعاكس زين يسموها Multiplier في كل عملية في كل دورة رح نضاعف كمية الصوديوم بالانترستيشم كيف خلي راجحة شاب مراجعة واحدة شاملة وسريعة نجي نرجع للخصائص الرئيسية لل Loop of Henry هذا الجزء يسمح بعبور السوائل ولا يسمح بعبور الصوديوم يعني شاب هنا الصوديوم لا يستطيع التحرك لإنترستيشم بس الماء يستطيع التحرك هذا الجزء اللي هو Thick Ascending Lim يسمح بعبور الصوديوم ولا يسمح بعبور الماء زين لمن ما تدخل دفعة جديدة من السوائل لمن ما الكرية جديدة استونا استونا يعني نشغلها لأول مرة رح يدخل 300 رح يدخل سائل هو 300 حالة حال حالة حال انترستيشم الموجود بالجزء الاعتيادي حالة حال البلازمة انترستيشم اعتيادي طبيعي بتركيز طبيعي وحتى الكرية انترستيشم هاته طبيعي هنا طلب رح يدخل بالDescending Lim يعني هنا هناك تعادل وهناك تساوي بين التركيزين بين انترستيشم بين داخل اللوب فمن يصبح بيعتم أي تبادل للسوائل من يوصل للأسندينج للجزء الصاعد هنا الخلايا تبقى تشتغل تبقى تدفع الصوديوم فقط ولا تسمح بعبور السائل لا تسمح بعبور الماء فقط صوديوم والضخ الضخ شباب تقريبا يعني بحيث تحافظ على فرق بين داخل النفرون والخارج ميتين فبالتالي رح يصير داخل انترستيشم 400 واللي يطلع من النفرون ميتين زي رح تدخل شباب يعني دفعة جديدة من السوائل هاي الدفعة الجديدة من السوائل شباب اول ما تدخل هي 300 بعدين يتم سحب الماء منعته ليش يتم سحب الماء منعته لان طلاب هنا هناك فرق بالتركيز بين الانترستيشم وداخل النفرون هذا الجزء شباب بالحالة الاولى ما كان اكو فرق فما سحبنا مي هنا صار فرق هنا 400 بينما هذه هي بالحقيقة 300 اول ما دخلت فرح نسحب مي منعته ليش بنسحب املاح اقولك ما نقدر لان هذا الجزء هو ويسمح فقط لعبور السوائل فرح نسحب سائل نسحب مي فقط الى هذا الانترستيشم الى ان ما يصبح ما هو في داخل النفرون تركيزه متعادل مع خارج النفرون فتوقف عمية التناضح يتوقف الاوزموزز زيان بهاي الحالة شباب ما اصبح في داخل النفرون مركز صار 400 من يوصل مرة اخرى شباب هذا ال400 من توصل للأسنديق من جديد رح تشتغل هاي البوابات والضخ رح تبقى الضخ الصوديوم اللي هو شاب بتحافظ على تركيز بينها وبين داخل والخارج ميتيان هنا 400 رح نسحب من أتهم مية فهنا رح يصور 300 و 500 هنا شاب 500 في الانترستيشم و 300 في داخل النفرون خلينا هسا شاب وصلنا الى مرحلة ان الانترستيشم وصل لمرحلة ال500 لو تركيز ملت 500 بي املاح 500 فمن تدخل دفعة جديدة رح نسحب كمية ما اكبر رح يصور تناضح اكبر الى ان ما يصبح تركيز السائل في داخل الانترستيشم فيصور 500 شاب من يصور 500 و رح يرجع يصعد مرة اللغة بالانترستيشم الانترستيشم او هاي الخلايا او هاي المضاخات تريد تحافظ على فرق ميتين فدخل 500 فاذا جاء تسحب من أتها شاب تسحب من أتها مية تشمرها فيصور 600 بالانترستيشم و يعني خي نقول 400 في داخل اللوب اوف هينيلي ناشو بيعني الألقام مدقيقة وصولا اذا تكررت هاي الحالة 4 الى 5 مرات نوصل الى ان الانترستيشم الـ 1200 و يعني في داخل شوف شاو اللوب اوف هينيلي الـ 1000 هذا البوضوع شاب يساعدنا على جعل الاظرار مركز جدا و نسحب اكبر كمية من السائل من عنده منعت طلاب ظهرت هذه الظاهرة اللي هي Counter Current Multiplier System Counter Current لانه هو شاب يعني اتجاه السائل المعاكس و في كل مرة تتصير في كل دورة دا نضاعف كمية الصوديوم في الانترستيشم شاب هاي العملية هي تساهم بـ 60% من السبب اللي يخلي الانترستيشم مالت النفرون اعلى او المالكيلية او المدلة اعلى من غيرها 40% يعود الى دورة اليورية شاب دورة اليورية مثل ما نعرف انه اليورية تتسوي لها يعني نوعا ما دورة شلون يعني بدي يتم يعني شاب امتصاصها من قبل بعدين يتم ارسالها الى المدلري بعدين جزء من عدة يطلع اللي برة وجزء يتم ارسالها مرة اخرى لداخل الانترستيشم هذا يساهم يعني بالـ 40% المتبقية شاب هذي الحالة Counter Current Transport تمثل 60 بينما اليورية سايكل تمثل 40 فإذا هاي الطريقة هن اللي حافظا على المدل أو يخلن المدل تركيزها عالي جدا أو تركيز الأوزمون لا ارتباطها عالي جدا طلاب هسا سنبقى نتكلم عن الأوزموتوك غردين تركيز عالي على طول المدولة السائل اللي هو بين الخلايا في داخل المدولة نا طلاب تركيزها قلنا كلش عالي وكلما بتعدنا عن الكورتكس كلما يزداد التركيز بالكورتكس يوصل 300 ميلي أوزمول أذى كورتكس ويوصل 800 يعني في الأوزمول وفي الإنر مدولة يوصل 1200 إلى 1400 شاب المدولة الخارجية يوصل إلى 800 لكن بالمدولة الداخرية يصل إلى 1200 إلى 1400 بالإنر مدولة شنو أسباب رح نحشي عن مسبباتها كيف ظهرت وكيف تكونت هاي الحال نجي أولا طلاب بحكم وظيفة اللوب وظاهرة الكوانتر كارت ملتوب هذا سبب الأول سبب ثاني عن طريق شاب اليوريا سايكل كيف تكونت هذه الظاهرة كيف ظهرت كيف ما هو المسبب في إنشائها مثل ما حاجت لك بسل اللي قبل سائد أو كونتر 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 ملتوب لير ترانسور باي لوب أف هنلي و يوريا كونسترايش زين كيف سوف يتم الحفاظ عليها ليش ما إنه شاب يجي يعني مثلا الدم يروح للمدلة إلى ترتيب خاص بي المدلة شاب يوصل لها دم بترتيب وتنسيق خاص and it is maintained شاب كيف تكون عن طريق الكونتر كونتر ملتوب لير واليوريا سايكل كيف سوف يتم الحفاظ عنه شاب عن طريق المدلري بلاد فلو وعن طريق الفازا ركتاي والكونتر إكس يعني اللي ديصر بواسطة الشرايين الخاصة اللي توصل لل اللي رح حتش لك عنه شاء الله خلالها المحاضر هاي نقطع كل شمو ما شاب احنا نحش كيف تكون عن طريق هذه الطريقتين كيف سوف نحافظ عليها عن طريق الدم اللي يوصل الى تلك المنطقة رح نحافظ عليه وما نخرب التراكيز هذه بس بعد الحل شاب كلمة counter current معناه يقول انه يصير عندك يعني شاب السائل يمشي موازي واحد يوازي الثاني لكن باتجاهين متعاكسين شاب يقول انه التيار يصير باتجاهين متعاكسين لكن متوازين لبعضهم زيان شنو ملتبلاير معناه انه ضاعف كمية وتركيز الانترستيشيوم في كل دورة تحدث شاب يعني شنو معناه كلمة counter common system انه السائل يمشي باتجاه شوف هاي السائل نازل هنا ascending بينما ascending جانب جانب اخر واحد يوازي الثاني ثالثا انه هم كلش قريبين عن بعض هم they are parallel counter opposite to each other and close to each other واحد قريب على الثاني واحد يعكس الثاني واحد بموازات الآخر وايضا طلب يعني دي ضاعفون دي تصير بهم multiplication دي يتم مضاعفة وزيادة تركيز المدولة كل ما اتجاهنا يعني بعيدا عن الكورتكس هذه العملية ماذا تتطلب تطلب ببساطة active transport of sodium potassium and chlorine and other ions from the thick ascending limb from the tubular to the lumen of the interstitium شاب تشتري يقول لك هذه المادية هذه الحملية حتى تتم تحتاج انت مضخات نشطة وصاحية وجيدة وقوية in the thick ascending limb تقوم بضخ الصوديوم والبوتاسيوم والكلور كلية تقوم بضخها الى داخل الانترستيش هذه شاب تحتاج active transport مضخات حية ونشطة تقوم بضخ السوائل يصوديوم بوتاسيوم كلور من ascending limb الى داخل tubular lumen الى داخل الانترستيش هالي العملية شاب دائما تحاول تخلق فرق يعني 200 ميلي اوزمول بين ما هو في داخل النفرون وخارجه هاي شاب هي هدفه ان تخلق هذا الفرق شاب هي مو تدفع 200 لا هكو فرق بين هاي الكلمتين بين هاي الجملتين شاب هي دائما تحاول تخلق فرق بين ما هو في داخل النفرون وخارجه لازم يكون 200 ميلي اوزمول هذي اول يعني شغلة يجب ان تكون متوفرة من اجل ان تنجح الملطة الكونتر كالنت مرتبلاير سيستم ثاني شغلة شاب دي فيوشن أوفتر باي اوزمول from the descending limb of هنالي to the interstitial يجب على descending limb ان يسمح بمرور السوائل بحرية يسمح ان السائل يمشي بحرية بس ما يسمح للصوديوم انه يعبر بحرية بال descending limb هذا مهم جدا شاب لان مثل ما اشبنا هنا من يزداد التركيز سنقوم بسحب السائل من اجل انه في داخل اللوب أوف هنالي يكون السائل مركز اكثر ثالثا طلب فاصلية الدفيوجين of large amounts of يوريا from the inner middola and collecting system into the middola interstitial شاب راح نشوف انه اليوريا بامكانها انه هنا يعني شاب تدخل الى داخل اللوب أوف هنالي وتم ترشيحها في مكان آخر شاب خريب لكم بداية اليوريا سايكل تبدأ من هنا راح أصبح عن يوريا سايكل ودورها في سلايدات خاصة بها كل هذه العمليات التي استوى نحوش لك عنهم كل هذن الشروط يجب أن تتوفر من أجل إنجاح counter counter multiplier system من أجل تكوين وإنشاء هنا شاب أعلى من نغيرها يجب أن تكون لديك مضاخات نشطة يجب أن هذا الجزء يسمح بعبور السائل أو بعبور الأملاح ويجب أن اليوريا يتم تفعيل دورها في هذا الجزء أيضا نبدأ شاب نمش ملزمتكم ونعرف شون شرحت نا counter counter transport هذا الموضوع أنا شرحت إليك الفهم اللي أنت فهم تستوك كل كافي هنا الملزمة هي تحب تشرح إليك بطريقتها يعني تقدر يعني تحتفظ بفهمك الأول من السلايد اللي قبل وممكن لا بأس أن تراجع ويا اللي ذكرتها محاضرتك وهي تحاول تفهم كونتر 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 ترانس مثل نشوف هنا في الصورة الأولى يعني هنا هي عبارة عن كلية جديدة كل كل شبيهة هو 300 اللي هو الانترستيش والسائل بين الاسندنق والأسندنق كلية عبارة عن 300 يعني عبارة عن مثل ما شفون يعني شاب كلية عبارة عن 300 أوزمول كل التركيز واحد وهي كلية جديدة سنونا نشغل نحن نباوع على محاضرتكم مجدد شاب يعني نبدي بالخطوة الأولى تخيل وفرست أس The same that as leaving the proximal tubule يقول لك ببداية تخيل ويانة أنه أنت يعني الكريا يدخل لها سائل بتركيز الاعتيادي هو 300 أوزمول ناطلاب هذا شاب هاي بالبداية يعني دخل سائل من التركيز 300 من أوزمول حال حال من الترستيش الطبيعي الاعتيادي من وصل الطلاب إلى داخل الثك أسندنق الم تفعلت هنا الخلايا أو المضخات راح تقوم بضخ الأملح فقط ولا تقوم بضخ السائل تضخ الأملح فقط إلى داخل الانترستيش وش قد تحاول تخلق فرق تخلق فرق شباب ميتين يجب أن يصير بين هم ميتين فهو اجب 300 راح يذب مية راح يبقى ميتين في داخل الاسندنق والانترستيش راح يصير 400 فإذا طلاب نرجع هنا نكمل الاسندنق الاسندنق على الانترستيش راح يبقى تشتغل هذا راح يدي راح يقلل من تركيز السائل أو تركيز المادة في داخل الانترستيش هو يتخلص من الأملاح اللي عنده في الأزمان ارتب تدقل ده صير الميتين من جه أخرى الانترستيش ده يستلم أملاح فإن تزداد الأزمان يصير 400 لذلك طلاب شي يقول يعني هذا ويؤدي إلى زيادة بال الانترستيش فرح يصير بناتهم فرق هو 200 من الأزمان وهو هذا اللي راح يصير بالخطوة الأولى خل نركز على الخطوة الثانية بالخطوة الثانية السائل هو يجب 300 حال حال هاي القطوة الفرق هنا شباب أنه راح يواجه المالتة 400 فرح يتخلص من الماء فقط لأن هنا هذا الجزء شباب يستمر صوديوم صوديوم ما يقدر يهاجر فقط الماء راح يبقى يهاجر فتركيز السوائل هنا راح تصبح 400 ومن تصر 400 شباب من تصر هاي سواء 400 من راح توصل للأسن راح تشتغل البوابات من جديد ورح تبقى تتخلص وتشمر الأملاح الصاعة التركيز هنا إلى داخل انترستيش طلاب تشتغل 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 السائل الجديد اللي راح يدخل إلى داخل اللوب هو 300 راح يلقى انترستيش 400 راح يريد شي سو شباب يريد يسوي يعني هناك اتزان بالأزموزية بين السائل اللي يستوي داخل جديد لداخل اللوب والانترستيش فرح يبقى يتخلص من الماء راح يصير الماء يطلع من عنده إلى داخل الانترستيش فبالذل الطلاب يعني سو يتخلص من الماء والحد ما يصير الانترستيش راح يحافظ على 400 يعني هذا الموضوع كيف كيف نحافظ على هذي الانترستيش راح نحافظ على هذي الاربعمية والناس سوائل فقط هي اللي راح تطلع يعني سحف ها ففي داخل اللوب أو في داخل راح يصير تركيز أعلى ورح يبقى يوصل إلى هذه النقطة نحاف الخطوة رقم ثلاثة يقولك ادتشنال فلو انت اللوب أو هنلي من البروكسيمال توبول كوز هايبول أو سمولر فلويد بريف يوصل للأسندنقلم لأسندنقلم طلاب انت بعد ما بيها مجال راح يصير راح يصير انه انت انسحب من عند السوائل عف طلاب ارتب الصورة يعني مثل ما شكوا هنا في هذه الخطوة لحظوا طلاب انه انت هذا السائل اللي هو 400 وصل إلى الأسندنقلم هذا الأسندنقلم طلاب من جي راح تشتغل البوابات مالته راح يبقى يسوي وفرق يصنع فرق بين داخل اللوب وخارج 200 فرح يصير خارج 500 وداخل 300 راح تندفع مجموعة جديدة من تندفع شباب مجموعة جديدة السوائل المالتها راح تنسحب فبالتالي راح يصير انت عندك هذا السائل مركز بس هالمرة شباب يعني خلوا بالحالة الأولى التركيز وصل لل400 الانترستيشم 400 هنا الانترستيشم 500 فبالتالي راح يصير ايضا راح يحاول يسعى هذا الجزء ان يصل الى حالة من الاسمواتيك راح يتخلص من ماء اكثر هالمرة دفعة اكثر من الماء راح يتم تخلص من اعت الشباب الى داخل الانترستيشم حد ما يصير تركيز 500 فبالتالي من جديد هاي 500 راح تبقى تهاجر وتوصل الى الاسندينج لم ايضا راح يتم سحب من اتهى الاملاح فبالتالي راح يعني التركيز بل راح يصير التركيز ايضا بانترستيشم اعلى 600 فمن يدخل سائل جديد راح يريد يوصل الى اكول بريم وي 600 فمن جديد راح يوصل الى الاسندينج راح نسحب من عند 100 ففي كل دورة راح نضاعف كمية الصوديوم في داخل الانترستيشم فنسمي كونتر 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 ملتبلاير سيستم اذا طلاب فلو نكمل خامسا هذه سيستبس اربيتد راح يتم اعادة هذه الدورات ثلاثة الاولى اكثر من مرة تم نشفون بالخطفة رقم اربعة وخمسة وستة وصلنا للتسعة راح يسلصر الناتج النهائي انه نضيف شوي شوي يعني مور صوديو للمدولة وان اكسس اف واتر طلاب من تعوف هذا الموضوع تنطي لما تنطيل الوقت الكافي with sufficient time this process gradually drops solutes in the medulla and multiplies the concentration gradient شاب ومن الموضوع وقت كافي راح تبقى هاي الطريقة تجمع الاملاح في داخل الانترستيش تبقى ضاعفة شوي شوي وهذا الثك ascending راح يصير الفرق بالتركيز بينه وبين الخارج وش رباب 1200 او 1400 ميلي اوز مول فاذن شاب احنا افتهمنا counter current transport multiplier system شلون انه السائل ديب شي باتجاه هين مختلفات هاي اتجاه هذا النازل وهذا صاعد بنفس وقت هم متوازين وقريبين عن بعضهم واحد يوازل اخر وقريبين عن بعض بيناتهم الانترستيش هذا الانترستيش شاب سوف يتم مضاعفة الصوديوم في داخله في كل دورة وصولا لل 1200 زين هذا تسألني سؤال شنو اللي يمنع او شنو اللي يمنح من انه 5000 شنو يمنح من انه اصبح 20000 لماذا لحد 1200 تتوقف اقول لك هذا الموضوع حد 1200 تتوقف يعتمد على البلط سبلاي تدام او البلط سبلاي تدام المدولة البلط سبلاي تدام المدولة يمنع انه الاسبنر تتصعد عن 1200 هاي نقطة خليها بعقلك ومهمة جدا هس بس احنا افتهمني لشوه وصل لل 1200 بس شنو اللي يخليه يثبت عند 1200 بعدنا ما فاهمي راح سأسأل لك ايا شاء الله خلال هذه المحاضرة ايضا بس احب اضيف نقطة شاب انه هذا يساهم في 60% قلت لك مقهة 40% تعتمد على اليوريا سايكل واسا ايضا سنسأل فعلا طبعا طلاب في نهاية هذه المحاضرة انا اشكركم جزيلا شكر على حسن استماعكم اتمنى لكم يارب كل التوفيق في حياتكم واشوفكم يارب في اعلى المراتب